اشتركوا في القناة في الفيديوهات السابقة وصلنا لحد السؤال اللي هيكون فيه الاجابة بتحديد الرسم الاملائي الصحيح لو عايز تشوف الفيديوهات السابقة ان شاء الله هسيب لك الروابط بتاعتها في اسفل الفيديو دوت في سندوق الوصف وصلنا الرقم 35 اللي بيقول لي قال المتنبي ألم 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 بمرضه إن أنا مريض أنا آن أواني طبعا هو هنا مغير بعض كلمات البيت والبيت بيتقال عنه إنه واحد من أصعب البيات اللي موجودة في الشارع العربي ألم 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 المفروض بالداء بتاعه ومش بالمرض يعني طيب طبعا الكلمة مجرورة بالباق يبقى هختار كلمة دا تكون مجرورة أيضا بالشكل الأولاني دا كده دا كده الهمزة بتاعتها منصوبة إنما طبعا يبقى برضو ألف وده الخطأ يبقى هي واحدة من يا إما باق يا إما جيم اللي صح طيب ألم 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 بدائه إن آن إن أنا أنا يعني توجع وتألم آن والمريض يعني آن آن أوانه يعني جاء وقت شفائه يعني يعني هو بيقول إن الألم اللي ألم بألم ألم ألمه بدائه ما كنتش ملم أو مدرك أو عارف المرض دوت لكن لما بيجي إيه المريض بيئن بيئن أو يأتي أوان إيه الشفاء طيب إن أنا آن يعني دي هتبقى اسم فعل من أنا والاسم الفعل لما بيكون مبدو بهمزة الهمزة بتمد زي آكل يبقى مش أنا دي مش ديت يبقى آن يبقى إن أنا آن اللي هو المريض يبقى الإجابة رقم جيم بعد جدا يا شباب رقم ستة وتلاتين قال الشعر أقيموا بني أمية صدور دوابكم فإني إلى قوم غيركم لا أميلوا الرسم اللي ملاقي الصحيح للكلمتين طبعا صدور اللي هي المطايا المطية اللي هي كل ظهر يركب فحيقول هو صدور مطاياكم ولا مطيكم ولا مطينا طبعا مطيكم لإني ديت مجرورة لإن هي مضاف إليه يبقى آلف خطأ ودال خطأ فضل عندي به وجيم فإني إلى قوم سواكم طبعا هل سواكم فيه طبعا لا سواكم غيركم يعني يبقى إلي جابة رقم باء رقم سبعة وتلاتين إن انت حضرتك في فقرة عندك وحتشوف الخطأ اللي فيها كتب طالب فقرة في حب وطنه فقال وطني أنت مسقط رأسي ومصدر حياتي فوق أرضك نشأت وتحت شمسك درجت تحركت يعني وعلى أضواء قمرك لهوت نسيمك عليل وهوائك رقيق وأرضك خصبة وجناتك وساحرة عشت ويا وطني حر مستقلا ترفرب في سمائك على أندص طبعا فيه أكتر من خطأ هنا بس تعالوا نشوفوا الأول هو جايب لي الأول كلمة مسقط هي مسقط بالته طبعا لا هي بقى آلف خلاص من بابها كده كلها غلط طيب عندي برضو في أو على أضواء قمرك لهوت هي لهوت دي مش تاء مفتوحة يبقى لهوت بالهات دي خطأ يبقى أنا خلاص ما بين نشأت دي ونشأت دي طيب تاني كلمة هوائك ولا هوائك هل هي مرفوعة ولا مجرورة زي ما هو عطاها لي كده لما نبص هنا نسيمك عليل المفروض وهوائك رقيق ده مبتدأ وخبر برضو يبقى دية اللي مرفوعة وفي سمائك طبعا كده مجرورة يبقى الإجابة رقم باء صوب القطأ الإملائف رقم 38 للعبارات الآتية سيروا في طريقكم وعملوا بجد ما ترونه صالحا لوطانكم يزعجون راكبوا الدراجات النارية حين يتسابقون أرجو أن يوفقني الله في مسعاي مدرس المدرسة سوف يقيم حفلا رائعا بعد فوز المدرسة في مسابقة النشاط التصويب أول تصويب عندي وعملوا أعملوا أولا ده فعلا أمر يبقى من غير همزة هو لأن ده سلسي وأعملون غلط وعملها وما بيكلمش اتنين هي أصلا ألف تحلت خلاص وعملوا وهو الجماعة راكبوا ما فيهاش ألف دي وهو جمع أرجو ما فيهش ألف بعدها دي وهو أصلية ويقيمون لأن ده فعلا مدرسة لم يسبقوا ناصب ولا جاز بعد كده المجموعة اللي بعديها بتحدد التركيب الأدق المعبر عن معنى قول مأثور واللي ياريت يا جماعة الأقول المأثورة دي تحاولوا أن أنتم تجمعوا مجموعة منهم عشان تعرفوهم وإن شاء الله حابسيب لك على المنتدى ورقة أو صورة كده فيها مجموعة من هذه الكلمات مصائب قوم عند قوم فوائده حدد مما يلي التركيب الأدق في أداء معنى الجملة السابقة هل هو إن من الناس من يصبر على المصائب ومنهم من يتذمر يعني يغضب من المصائب ولا مصائب الآخرين قد تأتي بالنفع على غيرهم ولا من الناس من سيفرح في مصيبتك لما سيلحق بك من الضرر ولا المصائب تختبر معادن الناس طبعا هو بيقولك أن مصائب قوم عند قوم فوائده وممكن مصيبة لشخص تسبب فائدة للشخص آخر كمثلا الشخص عندما يموت فموته مصيبة لأهله ولكنه فائدة لما يسمى التربي أو كده لأنه هيجيله أجر أو خلافه يبقى الجملة الأدق هي أن مصائب الآخرين قد تأتي بالنفع على غيرهم الإجابة رقم باء بقية الإجابات مش مصبوطة لأنه ما بتكلمش على أن الناس اللي بتصبر والناس اللي التي لا تصبر ولأن الناس هتفرح في المصيبة لمسأل حق بضرر ما هو ما أشأ أصده كده وأن المصائب تختبر معادن الناس كلها جمل صحيحة في أماكن أخرى بس مش هي اللي بتشرح المعنى ده أي التعبيرات التالية أدق فيه أداء معنى كن مع الناس كالميزان احضر من التبذير احفظ هيبتك اكتب مشاعرك ولا اعتدل في معاملتك طبعا الميزان هنا مش في الإنفاق ولا إننا الإنسان يحفظ هيبته بس ولا يكتب مشاعره وإنما يعتدل في المعاملة لأن الميزان معروف بالاعتدال بيقول لي بعد كده ليس كل ما يلمع ذهبا تستخدم هذه الجملة على التعبير عن معادن الناس مقارنة بين المعادن طبعا لا عدم الاغذة بظاهر الأمور ولا الحرص عند شراء الذهب طبعا لا هو الاغذة بظاهر الأمور ده شيء غير صائب لأن ممكن الشيء يبقى بيلمع قدامي زي الذهب وهو مش ذهب ولا شيء سمين يعني يبقى الإجابة رقم جيم عدم الاغذة بظاهر الأمور بعد كده رقم اثنين رقم اثنين واربعين يا جماعة بيقول لي رب كلمة تقول لصاحبها دعني يعني في كثير من الكلمات أحيانا تقول لي لمن سيتحدث بها دعني ولا تتحدث به المعنى الذي يشير إليه المثل السابق هو الصمت فن كبير ودرس مفيد فكم كلمة ندم عليها الإنسان أم إن الصمت عن تفكير له العظم ولا الصمت يكسب صاحبه الوقار ولا الصمت مدحوه العرب على مر الزمان طبعا باين إن الإجابة رقم ألف إن الصمت فن وإن كم كلمة ندم عليها الإنسان لإن الكلمة نفسها بتقول لصاحبها دعني ولا تتحدث به رقم تلاتة واربعين صديقك من صديقك من صدقك لا من صدقك صدقك يعني قال لك عيوبك ومميزاتك ومش ليصدقك وخلاص حدد مما يلي التركيب الأدق في أداء معنى المقولة السابقة صديقك لا يعارضك في قراراتك دائما صديقك هو الذي يؤيد كلامك مهما كان الخطأ صديقك هو الصادق معك وينبهك إلى موقع أو مواقع الذلل ولا صديقك يكون جانبك في وقت الشدة طبعا الإجابة رقم جيم صديقك هو الصادق معك وينبهك إلى مواقع الذلل يعني الخطأ اللي عندك أربع واربعين حدد الشخص المناسب المناسب الذي يقال له رجع بخفي حنين شخص ينجح أحيانا ويتعثر أحيانا لكنه يصمد شخص ناجح في حياته شخص يرجع بالخيبة والفشل شخص يتردد في اتخاذ القرار طبعا رجع بخفي حنين مثال يضرب على الرجوع بالخيبة والفشل إلي جبار قم جيم خمسة وأربعين سبق السيف العدل العدل اللي هو العتاب يعني يعني الإنسان عتل أو دبح قبل ما يسمع العتاب يضرب المثل ده طبعا في التصرح يا جماعة ده يحفظ المثل ده في التصرح خلاص الأمر انتهى يا بعد كده يستخدم التعبير المناسب المعبر عن شعور أو عاطفة من العاطف استنتج من مالي التعبير الذي يدل على الشعور بالفرحة فشى أمره زع عصيطه فاض صدره تهلل وجهه طبعا فشى أمره انتشر أمره وتعرف زع عصيطه أصبح مشهورا فاض صدره يعني لم يستطع أنه يكتم ما في صدره وإنما تهلل وجهه يعني فرح وبان السعادة في وجهه هو ده التعبير اللي بيدل على الشعور بالفرح 47 استخدم مالي التعبير الذي يدل على الكرم جاد عليه عض شفتيه جاده في الأمر جادت عينه طبعا هو في 47 جاد عليه يعني أكرمه إنما عض شفتيه ندم أو خلافه وجاده في الأمر يعني خاصمه وجادت عينه يعني بكى بكاء شديدة استخدم مالي التعبير الدال على استحسان الكلام لا أجد فيك مرتعا للكلام زاغ في المنطق زواغانه هي في المنطق المفروض يا جماعة عقد عقد لسانه لا فض فوق طبعا نقدوم واحدة واحدة كده لا أجد فيك مرتعا يعني لا أجد فائدة مش مفيد انت في كلامك يعني زاغ في المنطق زواغانا يعني حار في الأمر وعندي كمان عقد لسانه أصبح لا يستطيع التحدث تمام إنما لا فض فوق ده كان دعاء عند العرب يعني دعاء بعدم إفراغ الفم من الأسنان وده دليل على إن استحسن كلامك فدعا لك عندي بعد كده مما يلي برضو التعبير الدال على تمني العلم بشيء بقدهم وقديدهم ليتشاري حاطبة ليل حنانيك طبعا هي ليتشاري وهي موجودة فيك أكتر من حاجة لكن بيت الكلمات بقدهم وقديدهم يعني بكبرهم وصغر حاطبة ليل يعني لا يبالي بما يحمل أو عن من يحمل يعني إيه الكلام هو أكثر من نصيفي واحد من خطباء العرب هو أول من قال هذا المثل ده دليل إن هذا الشخص يعني يحتطب ليلا لا يدري أهي يحتطب خشبا أو أفعى يعني عمل بيشيله خلاص اللي قدامه ما هوش عارف هو شايل إيه لإنه بيشتغل بالليل حنانيك دي كلمة بتقال على سبيل الايه الاستعطاف يعني خمسين وده آخر سؤال عندنا في التعبير في هذا الكتاب استخدام مما يلي التعبير الدال على الصبر هل عضى على يديه عضى على شفتيه عضى على جرحيه عضى بنان الندم طبعا الصبر يبقى عضى على الجرح إنما عضى على اليد وعضى على الشفاه دي يتندم وأسف وعضى البنان برضو إيه الأسف كده يا شباب احنا خلصنا برضو فرق التعبير من كتاب الأضواء يارب نكون استفدنا بفيديوهاتنا وإن شاء الله مكمل معكم في فروع تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته